اهلا من جديد مباشرة نحن تواصل مع اذاعة الامن العام ننضم اليهم الان لنتواصل مع مستمعيهم ويتواصل المستمعين مستمعي اذاعة الامن العام مع التلفزيون الاردني الان بربط مباشر مع الرائد عمر علي حياصات طبعا اذاعة الامن العام صباح الخير زمين علي صباح الخير وصباح الخير لكل مشاهدين في التلفزيون الاردني في هذا الصباح الطعيب من صباحات الوطن وفي هذه الرسالة الصباحية التي نقل من خلالها عبر شاشة التلفزيون الاردني في كل يوم في رسالة امنية قائمة على التشاركية والعلاقة المتبادلة مع كل وسائل الاعلامية حتى توصل الرسالة لابناء هذا الوطن صباح الخيرات والهوى معك تفضل شكرا جزيلا مرة ثاني صباح خير لمشاهدين في التلفزيون الاردني في هذا الصباح وصباح خير المستمعي أمين في أم اليوم حقيقة ضيفنا عطوفة العقيد سامي عسكر الهميسات وهو مدير إدارة مكافحة المخدرات رح نتحدث في هذا الصباح عن بعض القضايا التي تم ضبطها مؤخرا من قبل نشامة إدارة مكافحة المخدرات هذه العيون الساهرة التي لا تنام هذه العيون الساهرة والحاضرة ليأمن أبناء الوطن بالأمن والأمان بإذن الله تعالى تحت المظلة الهاشمية وفي مدرست جهاز الأمن العام القائمة على خدمة أبناء الوطن عطوفتك صباح الخير وتحياتنا لكم سيدا صباح الخير أخي علي صباح الخير للأخوة المشاهدين وأهل وسهلا يا سيدي نعم يعني عطوفتك نتحدث عن القضايا الأخيرة التي تم ضبطها من خلال نشامة إدارة مكافحة المخدرات ومن ضمنها القضية التي تم ضبطها أحد الأشخاص ضبط في أحشائه يعني مجموعة من البالونات موجودة فيها مادة مخدرة فنتحدث عن هذا الموضوع مرة أخرى صباح الخير لك ولأخوة المشاهدين تعلم أخي علي إحنا سبق أننا تحدثنا عن الاستراتيجية الأمنية التي تم وضعها من قبل مدرية الأمن العام وعلى أثر هذه الاستراتيجية قمنا بوضع خطط وقمنا بتنفيذها منذ حوالي سنتين لمتابعة كل وركزنا من خلال هذه الخطط على تجار ومروجين المخدرات حقيقة إحنا عندنا شبكة معلومات كبيرة الآن أصبحت في إدارة مكافحة المخدرات من خلال قسم المعلومات لدينا هذا مربوط مع كل أقسام الإدارة المنتشرة في كل محافظات المملكة نتلقى المعلومات من الأقسام نتلقى المعلومات من أجزتنا الأمنية نتلقى المعلومات من مواطننا العزيز ويتم فلترة هذه المعلومات من خلال هذا القسم ونضع الخطط الآن اللازمة لمتابعة كل شبكات تهريب المخدرات سواء الداخلية أو الخارجية متابعة هؤلاء الأشخاص ويبدأ وضع الخطط لعملية ضبطهم ومدامتهم والقبض عليهم القضايا التي تحدثنا عنها قبل يومين وتم ضبطها من خلال مطار الملكة عليها هي أحد المنافذ التي نتوقع أن يكون هناك تهريب من خلال مطار الملكة عليها مثل باقي منافذ المملكة التي يوجد لدينا بها فروع ونتعاون مع الأجزة الأمنية الموجودة في هذه الأقسام أيضا لدينا تعاون دولي مع الدول المجاورة ودول العالم في تبادل المعلومات عن تجار المخدرات وكيف يتنقل هذه المواد وخصوصا نظرا للظروف الأمنية المحيطة الآن بالأردن الآن أصبحت في هناك طرق تغيير لخطوط تهريب المخدرات كونه البلد الأردن يعني يعتبر آمن والوضع بالإقليم مضطرب حقيقة نتابع هذا الخط نركز على شغلتين في هذا خط التهريب عن طريق المطار الملكة عليها أولا الدول المنتجة للمخدرات من أين تأتي هذه المخدرات والجنسيات هذه الدول نركز عليهم كثيرا الرغم أنهم أحيانا يحاولوا التنويه على جهاز الأجزاء الأمنية بشكل عام غيروا خطوط تخسير رحلاتهم إلى دول يعني لا نتوقع أن تأتي منها هذه الجنسيات أو يكونوا حاملين لهذه المواد المخدرة إلا أننا متنبهين لهذا الموضوع وحقيقة وردت لنا معلومات وتابعناها منذ حوالي أسبوع تقريبا بأن هناك شخص من جنسية عربية قادمة إلى الأردن يحمل معه كمية من المخدرات الكوكاين تم ضبط هذا الشخص حقيقة في مطار الملكة عليها من قبل فرعنا الموجودة هناك تفتيش حقابه تفتيشه جسمانيا لم يعثر شيئا لكن هذه وسيلة الإخفاء معروفة لدينا أنه متوقع أن يقوم ببلع بالونات أو كابسولات عن طريق الجهاز الهضمي في داخل معتو حتى يستطيع إدخالهم إلى المملكة يعني يضع المادة المخدرة داخل البالون ويبلعهم داخل البالون يغلفها تغليف كويس حتى تكون الناشفة ويدخالها داخل معتو وحقيقة هو يكون أيضا قبليها بيوم أو يومين معتو فارغة من الطعام يعني هو يحاول كمان ما يتناول خلال هذه الفترة أي نوع من أنواع الطعام بالفترة هذه يعني في خطورة على الشخص خطورة على صحته وسلامته ممكن تؤدي إلى وفاته في حال انفجار أي كابسولة داخل معتو أو احتكاك هذه الكابسولات مع الإفرازات الموجودة بمعتو ممكن تؤدي إلى وفاته مباشرة نحن كنا متوقعين أن يكون حامل لهذه المواد في طريقة فنية عند الشباب يستطيعوا كشف مثل هذه المواد هنا موجودة داخل معدة هذا الشخص نحن كان هدفنا الأول هو سلامة هذا الشخص رغم أنه تاجر مخدرات يحمل مخدرات وجاء يدمر الشباب في هذه المواد المخدرة ولكن نحن كان هدفنا سلامته بالدرجة الأولى تم ازعافه إلى المستشفى وتم إجراء عملية جراحية لهذا الشخص تم استخراج 27 كابسولة تحتوي على مادة الكوكاين المخدر 27 يعني ما يقارب نصف كيلو من مادة الكوكاين المخدر مادة الكوكاين المخدر أخي علي عندما نتحدث منها هي ليست للشوق لأنه إحنا معروف عنها إحنا تعاطي الحبوب وتعاطي الحشيش يعني على مستوى النسبة التي تعاطوا عنها الأكثر هذه المادة هي تذهب إلى دول مجاورة ويختاروا الأردن أحياناً زي ما أنا حكيت لك حتى لما يطلع الشخص من الأردن إلى الدولة المجاورة لا يتوقع أن تأتي هذه المادة من الأردن من تمادة الكوكاين أنه يكون تهريب الكوكاين عن طريق الأردن الرغم أنه إنتاج هذه المواد يعني من دولة بعيدة اللي هي أمريكا اللاتينية وهذا خط تهريب بعيد جداً عن الأردن ولكن أحياناً يحاولوا تجار مخدرات يعني استغلالها مثل هذه الفرص لإيصال هذه المواد عن طريق مثل هيك المنافذ إحنا متنبهين أنا أطمن مواطننا أن حدودنا شمالية الشرقية من خلال قواتنا المسلحة مضبوطة نحن نتعاون ونتعامل مع قواتنا المسلحة من خلال ضباط ارتباط موجودين نمرر لهم المعلومات ومن خلال الضبطيات اللي قاعدة تصير على المناطق الحدودية الشمالية الشرقية في هناك معلومات كبيرة تمرر من قبل إدارة المخدرات إلى قواتنا المسلحة ويتعاملوا معها بجدية كاملة أيضاً منافذنا سواء البرية أو البحرية أو الجوية نحن أيضاً لدينا تواجد فيها باستمرار ونتابع مثل هذه القضايا اللي ممكن تدخل إلى المملكة الوردنية الهاشمية بلدنا الحمد لله كثير من الناس يتحدث عن انتشار المخدرات وأنا أحب يعني أطمن أخواني من خلال شبكة المعلومات الموجودة لدينا من خلال متابعتنا للأشخاص المروجين من خلال متابعتنا للأشخاص التجار المخدرات لدينا فرق خاصة ما تشكيلها للمداهمات والاحتقالات الآن إحنا الخطة الموجودة التركيز على نوعين هم الاتجار والترويج ربط خطوط التهريب من شمال المملكة إلى وسطها إلى جنوبها والآن إحنا في عندنا خطة إن شاء الله تكون أيضاً بال2016 لملاحقة كل هؤلاء الأشخاص لن نسكت عن هؤلاء الأشخاص مين ما كان هذا الشخص أينما كان إحنا نطلب من مواطننا بس التعاون مع الإدارة تمرير المعلومات إلى هذه الإدارة نحن نتأكد من صحة هذه المعلومات ويتم اتخاذ إجراءات فورية من قبلنا لضبط مثل هؤلاء الأشخاص لن نسكت عن هؤلاء الأشخاص من يقوموا ببث هذه السموم على شباب الأردن أو الشباب بشكل عام أنا أقول لهؤلاء أن يتقوا الله اللي هم مروجين المخدر أن يتقوا الله في شبابنا وأنا أطلب من الشباب الابتعاد عن مثل هذه المواد الخطيرة التي تؤدي إلى الضرر بسلامته وبصحته وبسمعته وبكرامته وبمستقبل لأنها بالنتيجة هي تقضي على الشباب المخدرات نتيجة تعاطيها الناس يحكوين انتشار للمخدرات أنا لا أعتقد أن المخدرات تبعب على الطرقات ولا أعتقد أن المحتى المتعاطين يتعاطى المخدرات بالشوارع لأن هذه الأمور أنت تعرف أخير العزيز حتى وإن كان هناك تواجد للمخدرات وانتشار نحن نقول لا يعني وجودها أن نتعاطاها صحيح لأن نتحدث عن المشروبات الروحية مثلا موجودة هل كل الناس تتعاطى أو تتناول المشروبات الروحية نفسي إذا كانت المخدرات موجودة يمنعني ديني أخلاقي تمنعني أمور كثيرة أني أنا أبتعد عن مثل هذه الأمور وأنا أكون مساعد ومساند للهجزة الأمنية حتى نصل إلى هؤلاء الآن ما أصبحت المخدرات تضر فقط بالمتعاطي الآن أصبحت الأسرة تتأثر منها المجتمع يتأثر منه الدولة تتأثر منها في حال انتشار المخدرات لا سمح الله في بعض الدول بدي إلى انهارها الدول اقتصاديا سياسيا اجتماعيا أمنيا فالمخدرات ضررها كبير جدا نحن نتمنى على أخواننا المواطنين أن يتعاونوا مع إدارتنا ويتعاونوا مع أجهزتنا الأمنية وإن شاء الله تكون بلدنا بخير هو بلدنا نظيفة إن شاء الله من المخدرات بإذن الله تعالى يعني رسالة شافية وافية ومشكور جدا عطوفتك في هذا الصباح شرفنا العقيد سامي عسكر لهم يسات مدير إدارة مكافحة المخدرات شكرا جزيلا وتحية لكل نشام إدارة مكافحة المخدرات في هذا الصباح شكرا أخي علي وشكرا لأخواننا بالتلفزيون الأردني للمشاهدين العزيزين نعم شكرا جزيلا مرة ثانية ضيفنا العزيز هي رسالة برسالتين رسالة لأبناء هذا الوطن أن العيون الساهرة حاضرة بإذن الله تعالى لتحمي هذا الوطن وأبناء الوطن وامتلكات هذا الوطن ورسالة ثانية لمن تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن بأننا شام الأمن العام حاضرين لضبط كل من تسول له نفسه العبث بممتلكات وأمن هذا الوطن اللهم احمي هذا الوطن آمنا مستقرا بإذن الله تعالى عودة إلى الزملاء سمر وفخر وكل مشاهدين في التلفزيون الأردني مع التحية والتقدير والاحترام صباحكم سعيد كل الشكر الرائد علي حياصات ونحن كلنا ثقة أكيد بجهاز الأمن العام والعيون الساهرة على خدمة وحماية الوطن من كل العابثين ومن كل الذين تسول لهم أنفسهم بالضرر بهذا الوطن فعلا حمى الله هذا الوطن وأرضه وشعبه ومليك شكرا جزيلا لكم في إذاعة